السلام البنات كتيري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو دياليوم فيديو مهم ان شاء الله فيه وصفة قوية وصفة جربتها هاد الاخت هادي وحملات بتوأم ذكور ما شاء الله في سن 41 سنة اكيد ان حلم انجاب التوأم حلم كل سيدة متزوجة يعني بزاف الاخوات كي بغيوا يعرفوا شنه هم الوصفات اللي ممكن يساعدوهم شنه هم النصائح اللي ممكن انهم يعليوا من فرص حدود الحمل بتوأم اكيد ان مشيئة الله فوق كل شيء وانتي ديري بالاسباب علش لا توكلي على الله طلبي الله في صلاة ديالك باش يربي يحقق لك الامنية ديالك ويعود الصبر ديالك بالتوأم علش لا بقي معي في هاد الفيديو المهم اكيد غدينا لإعجاب ديالك وبطبيعة الحال دي ما ما تنسونيش من واحد اللايك باش تشجعوا لي القناة وكذلك باش يوصل هاد الفيديو لجميع الاخوات اللي بغيين وصفات ناجحة مجربة وان شاء الله تنجح معاهم هاد الوصفة هادي طبيعة الحال كين مجموعة من نصائح اللي ممكن انك تقوم بها لكل سيدة راغبة في الحمل بتوأم بالتحديد يعني منها النظام الغدائي اتباع نظام غدائي صحي عنده القدرة على انه يحسلك من جودة التبويض وكذلك يساعدك فان البويضة ديالك تكون بجودة عالية لسهولة التلقيح وكذلك لسهولة الحمل هاد الاطعمة هادي هي الاطعمة الغنية بالسوديوم بالبوتاسيوم وكذلك حاولي انك تقللي من الاطعمة اللي كتحتوي على الدهون بكترة يعني الحلويات جميع هاد الاشياء الدسمة اللي ممكن انها تأثر لك على جودة التبويض خاصة تبتعدي عليها بواحد صفة نهائية باش تعلي من فرص حدود الحمل ان شاء الله الاكتر كذلك من تناول البطاطا الحلوة قبل ثلاثة اشهر لانها كتحتوي على انزيمات كتساعد في تحفيز عملية التبويض وكذلك كتزيد من فرص الحمل بتوأم اذا البطاطا الحلوة اه كتري منها المأكلات البحرية كذلك كتزيد من الخصوب عند السيدات وكذلك الاكتار من تناول الاطعمة الغنية بحمض الفوليك اه حاولي انك تجنبي التوتر لاجهاد استرس يعني باش تساهمي انك تحافظي على هرمونات الجسم ديالك وتزيدها يعني وتزيد في القدرة ديالها على العمل بصورة جيدة لان يعني التوتر القلق الشديد جميع السيدات اللي عندهم تأخر في الانجاب عندهم واحد القلق عندهم واحد توتر كان بغي نقولك من هذا الفيديو بان هذا التوتر ديالك ما عنده باش يفيدك غير انه غادي يزيد يؤثر لك على الحالة وغادي يخلي الحمل ديالك متأخر حاولوا انكم يعني تبتعدوا على مصادر الضغط يعني يخليوا الامور تبقى تلقائية الرزق ديالك غادي يجيك في واحد الوقت يعني علاج دك السترس وعلاج دك التوتر وانتي يعني مش بيدك هاد الامر يعني الله هو اللي غادي يرزقك بالدرية هو اللي غادي يعتك الحمل في واحد الوقت معين ومناسب ان شاء الله وفيه الخير ليك بطبيعة الحال حاولوا انكم تناولوا العسل بواحد الكيمية مناسبة كل يوم قبل الحمل لانه كيزيد وكيرفع من الخصوبة خصوصا العسل الطبيعي كيزيد فرص الحمل بتوأم يعني العسل ديال التغموس عسل السدر هاد الانواع ديال العسل تكون اصليا من الافضل تأكديم المصدر ديالها يوميا ملعقة يعني كل يوم مدة شهر كامل يعني كل شهر تبقى تأخذ العسل بانتظام لانه مفيد لك الصحة ديالك الانجابية سواء للزوج ولا الزوجة تناول كذلك الاطعمة الغنية بفيتامين باسيس وفيتامين سي لان كلاهما كيساعدوا في ارتفاع نسبة هرمون البروجستيرون في الجسم هذا الهرمون هذا هو الهرمون المسؤول عن تتبيط البويضة المخصبة في الجدار الرحم بساف ديال الاخوات كيكون عندهم نقص في هذا الهرمون بالتالي يعني البويضة كتتخصب وما كتستطعش انها تنغارس في الجدار الرحم ويعني ما كيتمش الحمل وكي يحدث اسقاط لهادك الجنين او لهادك البويضة المخصبة اذا حاولوا انكم تناولوا جميع الاطعمة اللي كتكون غنية بفيتامين باسيس وفيتامين سي وشرب كميات كافية من الماء كيساعد في تنشيط الدورة الدموية وكيساعد كذلك في تنشيط المبيض ديالك بطبيعة الحال سيدات اللي بغين يحملوا بتوأم يشربوا كوب يوميا من مغلى الميرامية الميرامية او السالمية كيساعد في تنشيط المبيض وزيادة فرص الحمل بتوأم اذا شرب كوب يوميا من الميرامية ابتداء من اول يوم لنزل الحيد مدة عشرة ايام يعني من اول يوم الى اليوم العاشر وانتي كتشرب كل يوم على الريق في الصباح كوب من السالمية او الميرامية لانه كيزيد من فرص الحمل بتوأم ان شاء الله وبطبيعة الحال كلكم كتنتظروا الوصفة القوية الوصفة اللي جربت هاد الاختة هادي ما فقداتش الامل ولو ان المبيض ديالها يعني ما بقاش فيه بزاف ديال بويضات عندها نقص في المخزون عندها بزاف ديال مشاكل ولكن بقات متشبتة بالحلم ديالها درت بالاسباب وتوكلت على الله واكيد ربي ما خيبهاش اعطاها الحمل وبتوأم ذكر ما شاء الله واكيد هاد الفرحة هادي كنتمنها لكل اخت فيكم ان شاء الله وعلاش الله يعني كل شي ممكن ان الله على كل شي قدير كن فيكون يعني دي ما اديري في بالك بان واحد اللحظة واحد تانية غد يطلع الاختبار موجب ان شاء الله وهاد الشي را ما بعيدش عند الله وخيكون السن ديالك متقدم راه كل شي ممكن ان شاء الله را كين سيدات صغارة في السن وعندهم مشاكل في الانجاب عندهم يعني كين بعض السيدات كيتواصلوا معي في الخص مشات لهم الدورة الشهرية في السن مبكر يعني في العشرينات مشات لها الدورة الشهرية صدقوني راه المسألة ديال يعني انقطاع الحيد على حسب الخزان ديالك على حسب الله شحال اعطاك ديال بوايدات لان ذاك شي كتتولدي به وانتي في البطن ديال ام ديالك كين واحد المخزون ديال البوايدات راه ماشي ضروري تكوني صغيرة في السن يكون عندك بزاف ديال البوايدات كين سيدات صغارة في السن ونقص عندهم هاد المخزون لانه في الاساس ما عندهمش بزاف ديال البوايدات كين سيدات ما شاء الله في سن متقدم وباقي عندهم الخزان يعني كيعمل وعندهم بوايدات ما شاء الله ممكن انها تلقح ويحصل الحمل ويعني بالمناسبة يعني السيدات اللي السن ديال هم كتر من الارض يعني من 35 فما فوق عندهم احتمال كبير يحملوا بتوأم ان شاء الله لانه كيكون الهرمونات في اعلى الدرجات ديالها في ديال السن وبالتالي يعني كيكون واحد الفرصة كبيرة ان السيدات تكون حامل بتوأم اذا هناك تنتظروا الوصفة اللي جربت هاد الاخت هاد الوصفة بسيطة مباشرة بعد قدوم الدورة الشهرية غادي تحاولي انك تحضري فاكهة الافوكادو الافوكا او الافوكادو راح فاكهة معروفة بانها كتعلي من نسب الخصوبة عند السيدات وعند الازواج بسفة عامة يعني الزوجين معا خاصهم يتناولوا هاد الفاكهة هادي وغادي تدفي لها هاد المكون اللي هو القرنفل اذا اعواد القرنفل غادي تحاولي انك تقشر دك الفاكهة ديالافوكادو غادي تحاولي انك يعني تغرسي فيها اعواد القرنفل بمقدار سبع حبات من القرنفل حاولي انك توزعيها على ذاك الفاكهة وغادي تخليها يعني مدة تقريبا اربع ساعات اربع ساعات تل خمس ساعات عادت بدي تناوليها باش هكي يعني ذاك القرنفل يعطي الفوائد دياله بطبع الحال ما غاديش تناولي القرنفل مع الفاكهة غادي تحيدي ذاك القرنفل يعني خليه يعني باين باش هكي تقدري انك تحيديه وتناولي فقط الفاكهة فقط الفاكهة ديالافوكادو غادي تكون يعني امتصت ذاك الفوائد ديال القرنفل وغادي تكون استفدت من الفوائد دياله وانتي غا تستفدي بالدور ديالك من ديك الفاكهة وكذلك من القرنفل اللي هو معروف فانه كيساعد على الحمل بسرعة ان شاء الله وكذلك يعني بزفد الاخوات جربوه وساهم فانهم ارفع لهم معدلات الحمل ومعدل خصوبة وكان هناك حمل في نفس الشهر وإلى دفتيله الفاكهة ديالافوكادو فغا يكون مفيد ان شاء الله وقوي لتنشيط الإبادة وممكن يكون حمل بتوأم علاش الله كان هذا هو الفيديو ديال اليوم بطبيعة الحال قبل ما نكمل الفيديو أو ننهي الفيديو هاد الفاكهة دي غا تناوليها مدة اربعة او خمسة ايام يعني على حسب الفاكهة ديالك يعني ايش حال المتوفر عندك من الفاكهة فاربعة ايام كافية باش تعلي لك حدود الحمل بتوأم ان شاء الله كان هذا هو الفيديو ديال اليوم تمنينا الاعجاب ديالكم الى عجبكم هاد الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد لايك واشتراك في القناة شكرا لكم على الدعم ديالكم للقناة وعلى الحب ديالكم لهذا الفيديوهات اللي كان قدموا التيقة ديالكم في كل فيديو كان حط وكان جربوا الوصفات وان شاء الله ينجحوا معكم كيف ما بزاف ديالاخوات كيتواصلوا معايا وكيجربوا الوصفات ديالي وكيكون هناك حمل كنضرب لكم موعد في الفيديو الجايل اللقاء اشتركوا في القناة